السلام عليكم و مرحبا بكم معنا على قناة مريم كيتشن وصفة اليوم عبارة عن كيش بدون عجينة وصفة سهلة و بسيطة و لديدة بزاف اتمنى ان شاء الله تجربوها مقاوم عايا باش نشوفو المراحل و المقادر بالنسبة للمقادر غادي نحتاجو 200 جرام جبن المحكوك فرماج غبي زوج مطيشات مقطعات على شكل دائرة 60 جرام جبنة زوج بيضات كاس كبير جبن الحليب 150 جرام ديال الطون غا نحتاجو شوية القوزة الملحة والبزار و شوية لزرب دو بروفنس او الزايترة واحد لبصلة مشحرة مزيان و شوية معدنوس مقطع على شكل صغير و غادي نداو على بركة الله في وعاء غادي نهرسو البيض نضيفو الحليب نضيفو لزرب دو بروفنس او الزايترة الملحة والبزار غا تشوفو معايا تتحضر في خمسة دقايق غادي نضيفو شوية بشوية الفارينا يمكن لكم تستعملو لفوه باش تخلطو و غادي نخلطو مزيان خسنا يبقاوش فيه لقرومو نوجدو طابق يمشي الفران نضهنوه بالزبدة و نفرشوه بورق سو الفوريزي ديالي حجمو 25 سنتيم و في الأول غا نفرشو البصلة اللي شحرناها غا نضيفو المعدنوس غا نخليو كمية صغيرة للتزيين نضيفو طون مراكو مش مضطرين استعملو طون ممكن لكم تتعمل أي شيء آخر مثلا الكفتا أو الجاج و من بعد غادي نضيفو لابغاي اللي حضرنا من قبل من الفوق غا نضيفو شرائح من الطماطم و أخيرا نضيفو الجبن المحكوك فرماج غابي اللي كي جيالنا دابا جاهزة إمكن لكم حسب الرغبة ترشو عليها شوية زعيطرة أو لزرب دو بروفنس ندخلوها الفران على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة خرجوها من الفران و خليوها تبرد شوية بل ما تقدموها حصة اليوم انتهت نتمنى إن شاء الله أنها نالت إيجابكم و أنكم غا تجربوها مسحة و راحة ما تنسوش ديروا لايك إلى عجبتكم الفيديو شكرا على المشاهدة والسلام عليكم